نخبة من غواصي البحرين جمعهم الشغف الفني الممزوج بروح المغامرة واللمسات الإبداعية لينتجوا فيلما وثاقيا قصيرا يبرز أجمل ما تزخر به البحرين من مخلوقات بحرية غاية في الروعة بموطنها هير بولثامة يحقق هذا الفيلم انتشارا واسعا في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي نطلع نتأكد من البيت رول نتأكد من البيت رول نتأكد من الماء موجود نتأكد من لايف جاكت فنحن الآن بنطلع على الهير إن شاء الله بنمر أول شي بنطلع من أمواج وبعدين بنمر على هير اشتاية من هير اشتاية بين هير بعمامة وبعدها بنوصل هير بولثامة والمكان اللي إن شاء الله مستهدفينه حق التصوير إن شاء الله عندما وليس إذا اقتحم أحدهم خلف عدسة الكاميرا مدافن الأسرار في قعر البحر على بعد سبعين كيلومترا شمال البحرين يشد أزره برفقة بينهم غواص ومصور ومخرج وقائد مركب نفعهم جميعا الفضول الممزوج بحلاوة المغامرة ليجد الشاب حسن جناحي نفسه يشاغب مكامن الإبداع في نفوس رفقائه مقترحا تصوير فيلم يلبش تياق الأعين رؤية روعة المخلوقات في أعماق البحار في البداية علاقتي كانت مع البحر في الحداق والسباحة من صغرتي عقب ما كبرت شوي داش خاطري أن أغوص وأنزل تحت واكتشف العالم الثاني اللي موجود تحت فأبقم تفتار على مغاصاتنا ونصور واثق المشاهد الموجودة تحت الماي وبدأ أنزل في السوشال ميديا وبعدين يأتي الفكرة أني أسوي فيلم وثائقي عن واحد من أفضل المغاصات لأنه في البحرين هذه الكفاءات البحرينية المبدعة أخذت على عاتقها نقل جمال وروعة الكنوز الدفينة في المياه الإقليمية لمملكة البحرين من خلال تصوير وإنتاج فيلم وثائقي حقق انتشارا واسعا لأنه وبكل اختصار يسر الناظرين ويغر الغواصين وخلال انتظارنا عودتهم من التصوير في مغاص هير بولثامة حدثنا مخرج الفيلم عن الاستعدادات الهامة والاحترازية والدوافع الأساسية لإنتاج هذا العمل طبعا بعد ما كلمني يا حسن الموضوع وايد أجابني الموضوع الفرق هاي الموضوع 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 اللي استلمته والمشاريع استلمته أنه صلت الضوء على موضوع يديد في البحرين ما حد ناقشها قلها مرة ويعتبر هاي الفيلم كان أول فيلم يغسل عماق البحر البحرين ويعرض صور منها ويعرض بعض جماليات المكان وبعض المعالم المهمة في البحرين كان موضوع فيه صعوبة وايد وتحدي كبير لنا بنسبة لأنه صعوبة مثلا وصل الأماكن هذي عادوا وابتسامة الفرح تعلو محياهم بعد رحلة توثيقية تمكنوا خلالها من تصوير روعة صنع الخالق لينقلوها للمشاهد غوصة حدها عجيبة شفت وايد أشياء أول مرة تشوفها في بلثامة الحمد لله توفقنا أسراب السمت كانت في كل مكان كل ما تشوف جهة تشوف نوع من نوع السمت تشوف تحت تشوف النيمو كان موجود بكثرة شفنا وايد نوع المرجان كان موجود بكثرة فحمد لله توفقنا صورنا لغطات جدا جميلة أعتقد أنها ستبين جمال الطبيعة البحرية في مملكة البحرين وبالتحديد في هير بلثامة كنا محظوظين نحن صورنا السلاحة في البحرية سمكة مهرج البحر نيمو القباقب الحمرة التي تتميز بها بلثامة صورنا اللخم الحمد لله خلاصنا الغوصة والشباب الحمد لله توفقوا والتغطوا بعض الصور الحلوة وإن شاء الله الحمد تاجين إلى الديرة جهد كبير بدله هذا الفريق لتصوير فيلم وثائقي يوثق الحياة البحرية التي تتمتع بها مملكة البحرين لإيصالها لأكبر شريحة في المجتمع يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين